وينضم إلينا عبر ستلايت المحلل السياسي الدكتور عبدالله الحمود سيد عبدالله يعني بيان آخر أو ثاني من الشيخ سلطان بن سحيم دعا فيه أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان في القطر إلى التفاعل مع دعوة الشيخ عبدالله بن علي الثاني يعني ألا ترى أن النظام القطري الآن يواجه نوع من أنواع الرفض داخل الأسرة القطرية بشكل عام شوفي أختي العزيزة أنا منذ فترة كنت تحدثت عن هذه الأزمة ووضعتها في خمس محطات أو مراحل يمكن الرجوع لموقع على تويتر لمن أرد مزيد من التفاصيل لأن الوقت لا يسمح لتفصيلها قطر اليوم النظام القطري الحالي في اليوم يدخل المرحلة الخامسة وهي مرحلة الحسم أنا أعتقد أن كثير من القوى اليوم تتكالب وتجتمع من أجل خلاص قطر من هذه الأزمة ومن أجل تصفية هذه الأزمة لأن الأخوة الأشقاء في قطر لا يمكن أن يحتملوا هذا الجور من النظام أكثر من ذلك اليوم لا بد للقطريين أن يعيشوا كما كانوا كرماء وأعزاء وأشقاء وإخوة ويرتحلون ويعودون إلى بلدانهم ويمتلكون علاقات جيدة مع الجوار ومع العالم هذا النظام الرسمي اليوم في قطر يحول دون ذلك وبالتالي انتقلت الأزمة في هذه المرحلة الخامسة من أن تكون أزمة مقاطعة لمجموعة من الدول المنطقة إلى أن تكون أيضا تكاتف داخلي وصراع داخلي الآن مع النظام من أجل إسقاطه وهذه الحقيقة أزمة أو مرحلة مهمة جدا في الأزمة وعلى النظام اليوم إن أراد أن يلتمس نجاه فيما يسمى ربما الوقت الضائع أن يعيد حساباته بسرعة وأن يتجاوب للمطالب الثلاثة عشر المطروحة وأن يتعامل مع النظام الدولي بطريقة أكثر شفافية وأكثر تراجعا من هذا السلوك الإجرامي الذي عمله خلال عشرين سنة طيب على الرغم من هذا على الرغم من الدعوة الدائمة لحل الإشكالية بشكل سياسي مع النظام في الدوحة وعلى الرغم من حالة التصدع التي يواجهها النظام القطري حاليا في الدوحة إلا أنه مصمم على أخذ هذا الخطوة هذا المسلك ويعتمد على الارتماء في أحضان إيران هل تعتبر إيران هي الملاذ الذي من الممكن أن يعوض الحضن الخليجي لقطر؟ أنا أظن أن إيران بالفعل هي الملاذ الحقيقي للنظام القطري اليوم لكنها لا يمكن أن تكون الملاذ لدولة قطر القطريون الشرفاء العرب النبلاء الوطنيون لا يمكن أن يسمحوا لنظامهم بأن يرمي البلد في أحضان إيران محاولة الارتماء التي نشهدها اليوم من طرف النظام القطري ربما هي محاولة للعب بالورقة الأخيرة محاولة ربما ظنا من أنه يمكن أن يحقق قدرا من النجاة أو أن يحقق النجاة عبر المد الإيراني داخل قطر أو عبر الارتماء في أحضان قطر وربما أيضا دول محورية أخرى يحاول أن يتقرب منها وبالتالي هي ورقة بالنسبة للنظام في قطر قد يظن أنها رابحة لكن يجب على النظام أن يدرك إدراكا كبيرا بأن القطريين أنفسهم ناهيك عن دول الجوار ودول المقاطعة ناهيك عن الدول المحورية الكبرى حول العالم ناهيك عن نظام هيئة الأمم المتحدة أيضا كل ذلك لن يسمح لي النظام في قطر أن يرمي قطر في حضن إيران بهذه البساطة وبهذه السؤولة السؤولة المسألة أكثر تعقيدا مما يمكن يظنه واحد في مأزق مثل تميم أو غيره في النظام القطري أيها النظام القطري عليك أن تدرك هذه الحقيقة والمأزق الذي أنت فيه وتتعامل اليوم مع الحراك الداخلي الذي بدأ يتحرك داخل دولة قطر سيد عبدالله كونت محلل سياسي كيف قرأت رجع الصدى للدعوات من داخل الأسرة الحاكمة سواء دعوة الشيخ سلطان بن سحيم الثاني أو دعوة الشيخ عبدالله بن علي الثاني لعقد الاجتماعات لمحاولة حل الأزمة في قطر كيف قرأت رجع صدى هذه الدعوات على الشارع القطري أولا نحن متابعون الحقيقة لهذه الأزمة منذ عشرين سنة يعني الحوارات في مجالسنا وفي منتدياتنا خلال العقدين الماضيين كانت تتناول قطر وتتناول الدور الذي يقوم به قطر في دعم هذه الجماعات الارعبية المتطرفة دوره من خلال قناة الجزيرة الحوارات في قناة الجزيرة كانت أيضا كنا نشارك فيها في منتديات دولية كبيرة جدا وإقليمية ومسألة متراكمة في هذا الجانب وبالتالي أنا أظن أن عددا كبير من القيادات المهمة داخل الأسرة الحاكمة في قطر هي تدرك هذه الأزمة منذ سنوات وبالتالي اليوم عندما تبرز بعض الشخصيات لتعلن أسماءها فقط في هذه المرحلة المبكرة هذا تحول عجيب وخطير جدا وعلى النظام الحالي في قطر أن يدركها وهناك أيضا عدد كبير من الأسماء التي لم تعلن أسماءها بعد يعني الشيخ عبدالله بن علي قال بشكل مباشر أننا نعلن فقط الأسماء للأشخاص الذين سمحوا بأن تعلن أسماءهم مما يعني أيضا أن هناك أشخاص أخرى مهمين وفاعلين ستعلن أسماءهم امتباعا ولكن هي ربما بعض الموازنات بعض الاعتبارات ربما دعيني أقول أن في الأسرة الحاكمة من يريدون أن يعطوا لتميم ونظامه فرصة أخيرة للمراجعة والتراجع في ظل ما تطلبه من الدول المقاطعة هناك احتمالات كثيرة جدا لكن قراءة لهذه الأزمة ولهذا الحدث أن هناك تنامي حقيقي للمواقف المعارضة لمنهج النظام الحالي في قطر هناك تكاتف تصاعد الآن مع دعوة الشيخ عبدالله بن علي الثاني سلطان بن سحيم نحن شفناه أيضا الشيخ سلطان وقدم مداخلة مهمة جدا على مستوى تفاصيل مهمة في طريقة التعامل المستقبلي مع النظام في قطر وفي الماحات مهمة عندما قال أنه لم نعهد أننا منبوذين أو أننا منبوذون من الأشقاء في دول الخليج وبالتالي هذه الماحة مهمة بأن اليوم عدد من القيادات عدد من المشائخ أو الشيوخ داخل الأسرة الحاكمة في قطر لن تقبل هذا الوضع المتردي اليوم في النظام الحاكم وهي ستتدخل مع قوة مهمة جدا في الشارع القطري لإحداث تغيير ما أنا الحقيقة يمكن منذ أول سبوع في الأزمة كنت وضعت هاشتاغ وقلت له وداعا تميم وداعا لا لقاء بعده هذا هاشتاغ موجود الآن على تويتر منذ بداية الأزمة وأنا أعتقد أن رسالة هذا الهاشتاغ تتمثل اليوم منذ اللحظات الأولى للأزمة أدركنا كمتابعين للمشهد بشكل دقيق أنه لا مجال للبقاء بالنسبة لهذا النظام المتسلط في قطر هذا النظام المخادع الكاذب الذي بالحقيقة أحدث كثير من الشروخ في الصف الخليجي وفي الصف العربي وأيضا هذا كثير من دول العالم المهمة المحلل السياسي الدكتور عبدالله الحمود شكرا جزيلا من الرياض